يعني شو هي التأثيرات عليكم رح يكون فيه أضرار كبيرة بالنسبة لألكم بالنسبة للبساط بالنسبة للقصف اللي صار والجسر والأنايل اللي تحت منه هاي دي ميطة بتيجي مبارك رأس العين وهي بتغزي المنطقة كلياتة بساطين رأس العين والليلي والمعالية والمنصورة والحنية والعزية وبيوت السياد لحدود البياضة هاي البساطين كلياتة شرقا وغربا كلياتة ترتوي من هذه العبارة وهي دي هدمة وتدميرها بهالشكل الكبير تؤدي إلى خسائر فادحة وتكبدأ أصحاب البساطين والمزيرعين أضرار كتير فادحة بالنسبة لهم أنه ما إلهم مجال يقدروا يحصلوا على ماء لا يربوا هالبساطين ويردوا هالخضار إلا من هذه العبارة يعني نوع الزراعات اللي هون تحتاج إلى مياه كثيفة طبعا وخاصة هلأ هلأ بهالوقت من هلأه رايح صار كل الموز والخضار والبساطين صار بأيب والبساطين كلها بحاجة لماي وهيدي بدأ شغلها بيأخذ وقت هل تأثير أمن معين يعني يمنع الحركة يعيق الحركة تدمير هذا الجزء من الجسر أو لا؟ ما إلا علاقة لا بالأمن ولا بالصواريخ ولا بالسياسة هذه يعني جسر حيوية وعبارة حيوية اقتصادية يعني البنك الأهداف هو يعني اللي بيّن هون أنه يؤذي المزارعين ولا يؤذي التحركات الأمنية يؤذي الأمنية تحرك أمني أو عسكري أو منصات الصواريخ منطقة مكشوفة يعني حضرتك من أهل المنطقة يعني منصات الصواريخ اللي تم العصور علي أو أطلق منها الصواريخ من منطقة قريبة من هوني؟ لا بعيدة هايدي منطقة بالبساطين ضواحل ليلي أو ضواحل العزية الحنية زبئين هوني ما طلع صواريخ بالمرة ولا إلا علاقة ولا معقول يعني طريق يحطوا صواريخ فيها وبتنطلق يعني طيب الأضرار بأماكن أخرى قدرت تعيينها كونك من أهل المنطقة؟ ببعد هاي بقلب البساطين في منطقة قبل مفرق ليلي شي ميتين متر أو مئة وخمسين متر بقلب البساطين صار ضرر بس هايديك ما بتأثر ضرر لا يذكر بالنسبة لها لأنه هونيك بحشة جورة ضخمة في ندملوها وتتهي القصة يوم واحد بيدملوها ويزبطوها بس هايدي بده وقت وأضرارها فاتحة شكرا إذن يعني كان هيدا شرح من أحد أهالي المنطقة حول يعني انعكاس القصف الإسرائيلي والضرر الذي سيصيب برأي المزارعين وحياة مزرعات والأشجار المسمرة بهذه البساطين التي تحتاج إلى المياه وستزداد حاجتها إلى المياه مع فصلي الربيع والصيف شكرا